بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد من فيديوهات مملكة الوصفات الصحية وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة الكباب الجزائري بطريقة صحية وصفة مليئة بالبروتينات الحيوانية والنباتية على حد سوى إذن في وصفتنا لنهار اليوم نحتاج إلى كمية من الحمص أنا هنا حطيت 400 جرام من الحمص سعرات الحمص المنقوع هي 162 سعرة حرارية لكل مئة جرام وحطيت أيضا كمية من صدر الدجاج أو أبيض الدجاج كانت الكمية أنتعه ثاني 400 جرام والسعرات الحمص عفوا صدر الدجاج هي 165 سعرة حرارية في كل مئة جرام من بياض الدجاج كما حطيت ملعقة معتبرة من مطحون أو كريمة الثوم اللي موجودة في القناة بطبيعة الحال القناة الأولى راح نحط لكم الرابط انتحا تحت هذا الفيديو حتى تشوفوها إذا حبيته وحطيت كمية من البصل الأخضر الناس ما يحطوش فيه البصل للأمانة يجي فقط بالثوم والحمص والبروتين الحيواني الدجاج أو أي شيء فقط لكننا نحب البصل الأخضر في موسمه حطيت أيضا أربعة ملاعق من زيت الزيتون الملعقة الواحدة ب125 سعرة حرارية حسب الحجم انتاحا بطبيعة الحال حطيت أيضا القليل من الماء وريح نحمز كامل المكونات بهذه الطريقة في طنجرة صحية ثقيلة وواسعة بطبيعة الحال للكمية اللي راني نطبخ فيها بالنسبة للمقادير هي مقادير لأربعة أشخاص حتى ستة أشخاص تعتمد هذه الوصفة يعني الكباب في المشرق هو عبارة عن الكفتة عبارة عن لحم مطحون ويعملوه زي الكفتة لكن احنا الكباب الجزائري أو الكباب الجزائري هذا هو بطبيعة الحال نعملوه بالحمص كما نعملوه بالبازلاء الخضرة كما نعملوه أيضا بالدجاج أو بدون دجاج يعني كي نعملو هذه الوصفة بهذه الخطوات لكن ما نحطوش كمية من الدجاج ولا كمية من اللحم كل واحد كما يحب تبقى على حسب الميزانية وعلى حسب الرغبة وعلى حسب أيضا الناس وش تأكلوا وش متأكلوا كي الناس ما تحبش أصلا البروتينات الحيوانية ما تقدرش علها ما تستهويهاش فهي ناس يعني نباتي فالناس النباتية هنا يقدروا يستغنوا عن الدجاج عن اللحم عن أي بروتين حيواني حتى عن البيض اللي رح يكون في نهاية الطبخة بعد ما تحمست معايا الكميات رح نحط كمية معتبرة من الفلفل الأسود ونحط كمية معتبرة من الكوركم لأن هذه الطبخة القاعدة الأولى فيها هي الكوركم والفلفل الأسود الحمص يعشق الفلفل الأسود ونحط كمية من الزنجبيل بما أنه البروتين اللي استعملته هو عبارة عن دجاج وعلى بيلكم الدجاج والزنجبيل أيضا يحبوا بعضهم يموتوا على بعضهم وهم أصدقائهم وحطيت كمية من الملح ورقة غار أو ورق موسى أو ورقة رند ورايحا نكمل نحمس قليلا فقط ونمرق بالمناسبة للتذكير الحمص هنا راح مطبوخ بنسبة 75 إلى 80% يعني مطبوخ عندي ومحفوظ في الفريزر أو في المجمدة الناس اللي عندها الحمص غير مطبوخ تستعمل طنجرة الضغط أو تحط كمية من خميرة الحلوة ولا كمية من بيكاربونات السوديوم حتى تستعجل عملية الطبخ الحمص إذا كان فقط منقوح رايحا نمرق بكمية معتبرة من الماء قسما نغطي حبات الحمص والبروتين كما لابلكم الحمص مطبوخ إذا مش راح يدي معي بزر صدر الدجاج مدة الطهي ينتاع الصحية تكون من 25 دقيقة إلى 35 دقيقة فقط على نار هادئ دائما أنا أشجع على النار الحادئ رايحنا نخليه المرق انتعنا يوجد ونفوته إلى البطاطا اللي رايحنا نقدمها مع الوصفة هنا عندي كمية من البطاطا وعندي المقلات الهوائية هذه اللي راكم تشوفوا فيها وكانت سألتني متحدية هل هذه المقلات المليحة أنا المقلات انت عيشتها من ثلاث سنة وتقريبا وزيادة مساعدتني والحمد لله تطيب لي كل شمليح تقلي وتشوي ما شاء الله الآن راهي كاينة مقلات هوائية رقمية كما نقولها يعني لكن أنا هذه المرق اللي عندي قديمة كما قلت لكم أول ما ظهره كنت شريتها والحمد لله بالنسبة للبطاطا المقلية هنا أنا شفتوا باللي قطعتها غليظة شوية بحبتها ما تتفتتليش في المرقم بعدها كنا ننحق للمرحلة نزيد فيها البطاطا البطاطا المقلية هنا في المقلات الهوائية تحب تتقطر تحب تتقشر وهي في الماء تتقطع وهي في الماء بعد ما تقطعها تغسليها مرتين ثلاثة حتى يصفى المنتاحة تماما من بعد تخليها تقطر مليح شفتوا الناس اللي مجربة البطاطا المقلية من قبل أول ما تقطع البطاطا رايحة تتحمر معك تتأكسد وتتحمر لأنه النشوية هي اللي تحمى لكن كي تستعملي هذه الطريقة وتخليها تنشف وحدها والله ما رح يتغير لونها أنا اضبطت هنا درجة الحرارة نتاع المقلات الهوائية لم يو 80 درجة و رايحة نحط ملعقة من زيت الزيتون أو شوية في هذه الفرشة ندهم بها قعر المقلات كيما تقدروا تحط ورقة طبخ للناس اللي ما تحبشت في السخلق المقلات انتاحة تحط ورقة طبخ في المقلات بعد ما تسخنها اكيد ما تحطهش من قبل لانه رايح يطلع في السقف انتاحة وتصب القل وتمسحيه بملعقة زيت او مزحة زيت و شوفته هنا نزيد ونحطه القليل فقط من الزيت لانه الكمية كانت كبيرة هذيك 400 جرام من الحمص حطيت فيها 200 جرام من البطاطا بهذا الشكل قطعتها غليظ كيما قلت لكم حتى نتفادى تفتت انتاحة في المرق ان نحطها هنا بدون ملح في اول شي نضبطها على 4 ساعة او اكثر كل 5 دقائق والله 10 دقائق رايحة نفتح نقلبها بشكل عادي بكل اريحية هنا يراني نضبط فيها اعتذر عن تصوير هذا 20 دقيقة لا مارك عندي هنا يا تيكود ما علي باش اذا رحنا ناخذ عليها انذر او لا مهم هذه المقلات السعن تاحة 3 ثلاثة والحمد لله مساعدتني ايضا لوصلوا هنا وازال ما حطوناش اللايك فضلا وليس امرا حطونا اللايك ليصلكم الجديد بطبيعة الحال ويصيل الفيديو او المحتوى لأكبر عدد من رواد صفحة اليوتيوب هنا بعد مرور 20 دقيقة شوفوا كيفاش تحمرت يستحسن دائما تحمرها جيدا خاصة البطاطة الكباب اللي تكوني رايحة تحطيها في المرق اعيد واكرر شوفوا هنا يا بسم الله ما شاء الله ما زالت سخونة وراهي تفور يا الله يا الكورش ابلعي كما العادة تعرفوني كلش نضوقه معاكم على المباشر هنا عندي كمية من البيض سعرات البيض كل بيضة وكيفاه على حسب الله ما شاء الاحساب العقلية تعال بيضة البيضة تعالى تقريبا كل على حسب الحجم قلت لكم يكون من سبعة وسبعين الى تسعة وسبعين الى ثمانين سعرات حرارية البطاطة ايضا من سبعة وسبعين الى ثمانية الى ثمانية عفوا على حسب الحجم على حسب النوعية بين بطاطة بيضة وحمراء وهذه اللي لكم تعرفوها هنا في البيض حطيت عصرة ليمون حطيت بقدونس مقطع حطيت بصل ايضا مقطع ورشة ملح حطيت ايضا الفلفل اسود البطاطة ايضا انا قليتها بدون ملح لانه صدر الدجاج كان محفوظ عندي في المجمد انا نحفظ الدجاج بالملح يعني حتى ما يطلع ليش صامت وكنت حطيت القليل من الملح فحبيت نخلي الملح معتدل يعني الملح كما يقولها لامهاتنا تقدريت تداركي الامر لكن المسوس عفوا الاكل ناقص ملح تقدريت تداركيه لكن المالح للاسف ما تقدريش نمزج كل الكميات هنا كانت البيضة كبيرة كانت البيضة بلطع انتح الله يبارك فحطيت ثلاثة تقدريت تروحي حتى الاربعة الى خمسة هنا انت تتحكم في سعراتك شفتوني انا عليها رجعت ما نقولش لازم تحطوا الكميات فهمتوني يعني السعرات ما نقدرش نتحكم فيها لان انت لتطبخي سواء تطبخي لنفسك او للعائلة هذا هنا طبق عائلي كامل بالنسبة لي صدر الدجاج كنت فتتوا بهذه الطريقة بالحجم هذا الكبير حطيت كمية البطاطا ورايح نشوف اذا نقدر نكمل الـ 200 جرام او لا لا وللأمنة انا كملتها كاملة لانه اولادي هنا تزوج النشويات بين البطاطا والحمص عندي اولاد في البيت عندي اولاد في مرحلة النمو ما نقدرش نحرمهم من هذا التزاوج المهم يكون الاكل صحي بمتياز نحط البطاطا انتعنا في المرق هذا كي تجمر شوية من بعد رايحين نحط خليط البيض والبقدونس والبصل الاخضر السعورات كما كنت خبر سكم راح تكون في بطاقة خاصة ثم ما عليكم الا تصوير الشاشة واحتسابها براحتكم وصحتكم نحط هذا المزيج فوق هذا الطبخة اللي هي وصفة تقليدية جزائرية بامتياز وصفة لمقبلات رمضانية وصفة لطبق جانبي وصفة شتوية وصفة صيفية وصفة تصلح للعشاء للناس اللي ما عندهم حتى مشاكل مع البقوليات كما تصلح لوجبة غدا يعني وصفة متعددة الأوجه انت فقط تتحكمي فيها وتعرفي لما تحبيت زوجها بأي طبق آخر التزوج دائما هنا يكون مع حساء خفيف وهنا بسم الله ما شاء الله كانت الوصفة جاهزة معايا وقدمتها بهذه الطريقة ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وصفتنا لنهار اليوم الكباب الجزائري الصحي بطريقة بسيطة محسوبة ومقدرة كنت قدمتها مع القليل من الخيار والقليل من الليمون اكيد راح نحط عليها عصرة الليمون فيما بعد بحول الله هذا هو القاوة منتعة الطبخة وهذه هي الوصفة ككل ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تكون نالت رضاكم وكنت فهمتني واستفدت من كامل المعلومات الغذائية اللي جات في الوصفة اعذروني عن كثرة الكلام واعذروني عن التلعثمي من حين الى اخر لظروف خاصة وظروف قاهرة بسبب الكوتش بدر ان شاء الله تعجبكم الوصفة ان شاء الله تطبقوها للناس المشارقة والناس العرب اللي دخلوا معايا جربوا الكباب الجزائري او الكباب الجزائري بالحمص وان شاء الله راح يعجبكم اللي مازال ما حطوناش اللايك فضلا وليس امرا ارجعوا خطوتين للوراء حطونا لايك ليصيل المحتوى لأكبر عدد من المشتركين اللي فاتوا طريقوا عجبتهم القناة ياريت تشتركوا فيها وتفعلونا الجرس ليصلكم الجديد وخلونا تعليق بارتاجونا القناة فضلا وليس امرا لتعم الفائدة الصحية الثقافة الغذائية والثقافة في التغذية العلاجي الى هنا ان كنت وصلت لنهاية الفيديو لنهار اليوم ما توفيقي الا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه ان يبدأتم سالمين وعلى الله دائما متكلين سلام 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة